اشتركوا في القناة بعد إقدام محام على طعن إمام مسجد عقب صلاة التراويح وذكر موقع مصراوي الإخباري أن المتهم اعتدى على الإمام مسجد الست ذكية في كفري زيات بمحافظة الغربية بسلاح أبيض ونتج عن الواقع إصابة الإمام واسمه سامح هريدي بجرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسد كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد طلق إختارا من شرطة النجدة باستقبال مستشفى كفري زيات إمام وخطيب مسجد بمدينة كفري زيات مصابا بجرح في اليد وانتقلت قوات أمنية من المباحث الجنائية للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتبين أن الدافع الجريمة هو شهادة الإمام ضد المحامي في المحكمة إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذا الخبر دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة